وصفتنا النهاردة وصفة جميلة جدا وكمان جديدة خالص هنعملها باكتاف الدجاج او اكتاف الفراخ طعمها حلو جدا هتعجبكم جدا اتمنى تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان توصلكوا كل الوصفات الجديدة اول حاجة هنجيب اربع حبيات من البطاطس متوسطين الحجم بالشكل ده وهنحطهم في حلة كبيرة وهنضيف عليهم مية وكمية المية تغطيهم وهنضيف عليها معلقة صغيرة من الملح ونغطي الحلة ونحطهم على النار عشان يتسلقوا كويس جدا والبطاطس في الوصفة دي بتتسلق وهي على بعضها عشان ما يكونش فيها اي سوائل خالص والبطاطس بتتسلق هنجهز الفراخ احنا بنشتري اجنحة الدجاج من بتاع الفراخ بالشكل ده احنا مش هنحتاج اجنحة الدجاج كلها احنا محتاجين قطعة الكتف بس هنشيل كده الجنح بالشكل ده الجزء الصغير ده ما بيكونش فيها اي لحمة خالص فبنرمي والجزء ده انا عاملة منه وصفة جميلة جدا اتمنى تشوفوها هسيب لكم طريقتها في الوصف تحت الفيديو ده وكمان العظمة اللي بتكون لزقة في الكتف دي كمان ما بنحتاجهاش هنشيلها حاولوا تشيلوها بين القرقشتين عشان ما تكسروش العظم هنشيل الجزء ده مش محتاجينه اي اجزاء زيادة عن الكتف هنشيلها خالص بالشكل ده احنا مش محتاجين الا جزء الكتف ده ممكن كمان نعملها بدبابيس الفراخ بس دبابيس الفراخ بتكون كبيرة وما بتستيش بسرعة زي اكتاف الدجاج كده خلاص جاهزنا اكتاف الدجاج اللي هنعملها دلوقتي هنضيف عليها شوية من التوابل هنضيف عليها معلقة من الملح وكمية التوابل دي لكيلو نص من الاكتاف وكمان هنضيف عليها نص معلقة صغيرة من الجنزبيل البودر لو متوفر عندكم وربع معلقة صغيرة من الفلفل الاسود وكمان ربع معلقة صغيرة من الكركم او من الكاري وهنقلب التوابل مع الفراخ كويس جدا لازم كل قطعة من اكتاف الدجاج تتغلف بالتوابل كويس جدا بعد كده هنضيف عليها كباية من الميا وهنغطيها وهنحطها على النار تستوي كويس جدا بس ما تتهريش ودي البطاطس بعد ما تسلقت تسلقت كويس جدا لازم تكون مستوية كويس جدا دلوقتي هنضيف عليها شوية من التوابل هنضيف عليها معلقة صغيرة من الملح ونص معلقة صغيرة من الفلفل الاسود وكمان نص معلقة صغيرة من البابريكا ونص حزمة من البقدونس وكمان معلقتين كبار من الدقيق والدقيق عشان البطاطس تكون متمسكة بعد كده هنهرسها نهرسها كويس جدا لازم تكون نعمة جدا كده خلاص هرسنا البطاطس كويس جدا بقت نعمة جدا ودي اكتاف الدجاج بعد ما استوت دلوقتي معانا نص كباية من البقسمات هنضيف عليها كباية من الدقيق الابيض وكمان نضيف عليها معلقة صغيرة من الملح ونص معلقة صغيرة من الفلفل الاسود وكمان نص معلقة صغيرة من البابريكا وهنقلبهم مع بعض كويس جدا وهنحتاج كمان لبيضة وهنضيف على البيضة دي شوية مياه صغيرين جدا حوالي معلقتين من المياه ونخفق البيضة مع المياه كويس جدا كده خلاص احنا جهزنا كل المكونات هنجيب شوية زيت صغيرين وندهن ايدينا بهم شوية صغيرين خالص عشان البطاطس ما تلزقش في ايدينا ونجيب كده قطعة من البطاطس او شوية من البطاطس ونضغط عليها بادينا كده نعملها على شكل دايرة الطريقة سهلة جدا وكمان البطاطس بتكون متمسكة جدا هنحط عليها قطعة اكتاف الدجاج بالشكل ده ونسيب الجزء ده برا دايرة البطاطس احنا عايزين بس الجزء التخين جوه دايرة البطاطس والجزء الرفيع اللي هو ساك كتف الدجاج برا دايرة البطاطس وننلمها كده بادينا على كتف الدجاج بالشكل ده ونلفها بادينا كده عشان نسويها وتكون زي دبوس الفراخ الكبير بالشكل ده زي ما انتو شايفين كده الطريقة سهلة جدا ما بتاخدش اي مجهود ولا اي وقت خالص بعد كده هناخدها نغمسها في البيض نحطها في البيض بالشكل ده ونلفها بالراحة خالص في البيض عشان تتغلف كلها بالبيض من جميع النواحي بالراحة خالص ونشيلها من البيض على الدقيق على طول نحط كده الدقيق عليها من فوق بالشكل ده وما نتغطش عليها جامد يا دوب بس نزبط شكلها بس بالشكل ده وتتغلف كويس من جميع الجهات بالدقيق والباصمات نسويها بالشكل ده بالراحة هي متماسكة جدا ما تخافوش خالص بعد كده هناخدها ونرصها في طبق ونعمل باقي الكمية بنفس الطريقة أنا كده خلصت أنا مش هدخلها الفريزر هقليها على طول هسخن الزيت وقلل درجة الحرارة للنص بعد كده هنزلها في الزيت على طول عشان تتحمر والزيت مش لازم يكون مغطيها بس طبعا ما ينفعش زيت قليل يعني يكون متوسط وما تزحموش الحاجة اللي بتقلو فيها يا دوب بس 3 او 4 قطع عشان تعرفوا تقلبوها وما تقلبوهاش خالص قل لما الجزء اللي تحت يحمر عشان ما تتريش وهي ما بتاخدش اي وقت خالص فخدوا بالكو هي كده حمرت من الجهة اللي تحت هلبها عشان تتحمر من الجهة دي هي كمان اقلبوها بالراحة ما تخافوش عليها بس برضو خدوا بالكو شايفين متماسكة جدا ازاي ما بتتهريش خالص ولا الطبقة الخارجية بتتهري خالص ولا بتفك خالص منها هنسيبها دلوقتي تتحمر كويس جدا هي كده تحمرت لونها بقى جميل جدا زي ما انتو شايفين كده وكمان شكلها حلو جدا ومتمسكة بالشكل اللي انتو شايفينه ده هنخرجها من الزيت على طول وهنحطها في مصفى عشان تصف الزيت الزيادة بعد كده نرسها في طبق التقديم ممكن نحط فيه من تحت شوية بقدونس وممكن كمان نرش البقدونس عليها من فوق ويفضل ان هي تتاكل لا اما سخنة لا اما دافية بيكون طعمها حلو جدا وكمان لو برده بيكون طعمها حلو بس لو سخنة او دافية بيكون طعمها احلب كتير طعمها حلو جدا وصفة جديدة ومميزة جدا جدا واولادكم هيحبوها جدا وهي بينا من شكلها ان طعمها جميل جدا اتمنى الوصفة تكون عجبتكم واتمنى تدعموا الفيديو بلايك وتشاركوا الفيديو مع اصحابكم وقريبكم وبالهنى والشفى مقدما والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة